وكذلك كما علقوا مؤخرا في إحدى نشرات دبكة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة أنه يبدو أن هناك اتفاق مع بوتين أنه سيكون لك السوق النووية وكذلك أمور تعلق بجوانب التروية وحقوقك محفوظة لا تخاف ويبدو لي اتفاق أوسع من هذا يبدو لي كذلك أن أوباما قاله تصرف في أوكرانيا كما تشاء ترك من هؤلاء العالميين هؤلاء الذين كانوا وراء انكلاب أوكرانيا الذين يريدون إنشاء الحرب العالمية لن يصلوا إلى نتيجة لن تقع حربيني وبينك خذ أوكرانيا ونسوي اللي ستفعل ولهذا هدأت نزلت أوكرانيا سكتت أي فالموضوع إذن قديم السؤال الآن هل أدرك طبعا من سعود لم يدرك هذا في أول أيام عندما جاء يعني ألزهايمر سلمان وقلم على مغامرة الحوثيين وبرطع وتظاهر بالزعل وكذا فأمريكا طيب ما فيه اشتباه قالت وحلو فأنا لازم نودون المعلومات وكما سبقنا لك أكيد بدهم معلومات لضربوا هنا وهناك هنا الحوثيين كل كده بلس هناك حوثيين أو المحوثين وإنما كان الضرب أكثر للقاعدة ولجهات أخرى تهم أمريكا في المقام الأول أو ضرب في الجبال فاضي بالإضافة حتى لو كان الضرب على الحوثيين الوضع العسكري وضع الجبال وضع مدى القتال يحتاج وسائل قتالية وأساليب أخرى غير هذه ولهذا لم تنتج وتقدم الحوثيين ذلك التقدم الكاسح لعلكم لاحظتم مؤخرا أنه كانوا فيه بعض السعودية تدعي أنها تقدمت في الجنوب وجهة عدن وإذا تقدم وحتى القائد الحوثي عبد الملك الحوثي اعترب أنه هناك في منطقة تعز محولها أنه يصيب بها زائم وتراجعات هذه أيضا علقت عليها دبكاف وعلقت عليها ستراتفورد مؤخرا بأنه الأرجح أن هذا بناء على تواطئ إيراني مع أمريكا والسعودية فإذا كان هناك تواطئ إيران الآن مع أمريكا والسعودية فمعناها هناك الموجة اختلفت معناها سلمان وابن محمد لكن محمد بن نايف مخالف سلمان ابن محمد أدركوا أنه ما مثل ما سبقا قلت في حلقة سابقة أنه أمريكا قلت تأكلوا تبن لست أهلا أن تكونوا قوى إقليمية عظمة انسوا هذا مسعوا من روسكم هذا خيال ارضوا بهذا الوضع وإيران لها حدود معينة تعرفها وإحنا لن نحدود معينة ولا مصالح معينة تمشوا في هذا الإطار تبقوا ما تمشوا تأكلوا عراسكم بالنعل لما أكلوا بالنعل في اليمن استيقظ القوم لحققة الأمر والآن بدأوا يتعاونوا ويظهر أنهم راضين بهذا الترتيب ومن الرضا بهذا الترتيب يبدو هناك موافقة عندما زار يحمد بن سلمان روسيا مع بوتين أنه الأسد لا يمس ويترك وين يترك في ما يسمى بالشام المفيدة كما قال وزير الخارجية الروسي الشام المفيدة يعني دمشق وحمص وحلب ما الباقي ينساه الباقي شوه الشرق هذا الأجرد اللي ما في شيء خلوه لداعش ولهالسنة الخايبين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة